مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو تكملة للموضوع الحلقة السابقة وشكده كتبنا الجزء الثاني من الموضوع وهو صلب المسيح القصة المحرفة صلب المسيح القصة المحرفة لكن قبل ما نبدأ في موضوعنا ونتكلم عنه باستفادة حابب أبدأ بكلام لرب المجد الرب يسوع المسيح من تعاليم المسيح من تعاليم الرب يسوع ماذا قال الرب يسوع في الموعزة على الجبل قال قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك طبعا هنا الأسلوب مجازي وليس المقصود بأنه تروح وتقلع عينك لكنه الرب يسوع كانه بيقول أفضل أن أنت يعني تعمل العمل ده من أن أنت تتحرم من الحياة الأبدية فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضاؤك ولا يلقى جسدك كله في جهنم يعني الكل أمام الجزء كويس وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضاؤك ولا يلقى جسدك كله في جهنم طبعا المسحية لا تنادي بقطع اليد لكن الفكرة الأساسية اللي رب يسوع بيقولها أن الحياة الأبدية مهمة جدا جدا أن أنت يعني لو عندك فرصة الاختيار تختار أن أنت يعني تقلع عينك وتروح لحياة الأبدية أعمل كده لكن أوعى أن أنت تسترخص الحياة الأبدية لكن عيش بقداسة وعيش ببر أمام الرب إلهك في متة وأصحى خمسة من الأعداد ستة سبعة وعشرين إلى الأعداد تلاتين نرجع إلى موضوعنا وهو عن صلب المسيح القصة المحرفة زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش يكون قصتين لحدث واحد متعارضتين ومتناقضتين ما ينفعش يعني ممكن نختلف في بعض التفاصيل لكن لا نختلف في جوهر الرواية نفسها يعني ما ينفعش واحد يقول لي أنه الغزو حرب أمريكا للعراق سنة 2003 بعض الكتب تقول إنها تمت وبعض الكتب الأخرى تقول لا ده كانت بس مجرد تهويش كويس؟ الحقيقة لازم تكون حقيقة واحدة قد يختلف شهود العيان طبعا القرآن ليس شهد عيان لكن قد يختلف شهود العيان في التركيز على بعض الأمور كويس؟ لكن هنا عندنا قصتان مختلفتان متناقضتان واحدة تقول أن المسيح صلب ومات وقام وصلبه صلب حقيقي وموته موت حقيقي وقيامته قيامة حقيقية ورواية الأخرى التي أتت متأخرة بأكثر من ستمائة سنة تقول لا هو لم يصلب ولم يمت وبالتالي لم يقم هو شبها لهم فصلبوا واحد تاني أما المسيح الحقيقي فلم يصلب ولم يمت ولم يقم من الأموات لكنه صعد حيا السؤال هنا هو أيهما أصح؟ أيهما أصح؟ أمام الروايتين دول لازم نسأل السؤال دو أي رواية هي الأصح؟ وبعدين أنت جاي تشككني في إيماني اللي بقاله ستمائة سنة وفي الأنجيل التي تتحدث باستفادة وكتبها شهود عيان ونادوا بموت المسيح وبقيامة المسيح عندما كان اليهود أحياء الذين قاموا بصلب المسيح ومش عايزني أن أنا أقف قدام السؤال من الذي قام بتحريف قصة الصلب ما هو أكيد في تحريف حصل أكيد في رواية صح ورواية غلط ده السؤال بتاعنا السؤال الاختصار ما بين الرواية الكتابية كتاب المعدس بيقول إيه والرواية القرآنية الكرآن بيقول إيه والسؤال هنا هل يمكن أن يكون أنا أتكلم بقى من ناحية المسيحية هل يمكن أن يكون تلاميذ المسيح ده سؤال افتراضي لازم نجاوب عليه لأنه هيقفل قدامنا يعني أي واحد بينقش بمنطق هيقدر يفهم أنه فعلا مش ممكن يكون تلاميذ المسيح قاموا بتحريف لكن خلينا نسأل السؤال هذا الافتراض هل يمكن أن يكون تلاميذ المسيح هم الذين حرفوا قصة صلب المسيح يعني تلاميذ المسيح جدا جم بعد الأحداث وبدأت المسيحية تنتشر وقرروا إنه هم يكتبوا الأنجيل فلما بدأوا يكتبوا الأنجيل بدأوا يحرفوا في التاريخ كويس المسيح لو خدنا القصة اللي جات بعد 600 سنة المسيح بنظرهم لم يصلب ولم يمت فتلاميذ المسيح قالوا لا ما ينفعش إحنا المسيح بتاعنا لازم نعمله مسيح صلب ومسيح مات فجمعوا بعض كده تخيلوا مع يعني الستوري جمعوا بعض كده وقالوا يخلينا نتفق نتفق على إيه نتفق أول حاجة آه المسيح عاش معنا طيب الحاجة التانية إن المسيح لم يصلب بس لا المسيح لم يصلب فعليا بس إحنا نتفق مع بعض إن إحنا لما نكتب حاجة نكتب أن المسيح قد صلب ونكتب أن المسيح قد مات ونكتب أيضا أن المسيح قد مات والنادي أمام اليهود وأمام العالم كله أن المسيح صلب ومات أنا بحط لكم السيناريو بس عايزة حضراتكم تتخيلوا معي اللي بيفكر فيه المسلم فهل يمكن لأي سبب الأسباب هل يمكن أن يكون تلميذ المسيح هم الذين حرفوا قصة الصلب والموت طيب الإجابة ببساطة والسريعة هي لا بس ما ينفعش نقول لأ بدون ما نقدم البرهيم ما أكيد لأ دي مبنية على برهيم وأدلة كتابية ومنطقية معاها هذا الافتراض يسقط ولا يوجد له أي أساس طبيبها هي البرهيم اللي على أساسها بنقول أنه من المستحيل حط عند كلمة مستحيل هنا خمسمائة خط من المستحيل أن يكون تلميذ المسيح هم الذين حرفوا وألفوا قصة صلب غير حقيقية عن شخص المسيح من المستحيل هتقول لي من المستحيل إزاي إزاي أنت بتستخدم هذه العبارة إنه من المستحيل على أي أساس بنيت هذا هذه الاستحالة على أي أساس بنناها هقدم لحضراتكم ثلاث أسباب مرة الفاتت بدأنا في السابق الأولاني وبعدين جات مكلمة يعني حبيت أديله الوقت اللي فيه يتفاعل معنا ويرد لكنه يعني خد معظم الوقت وتوهنا في موضوعات مختلفة لكن أرجع استحالة على أي أساس يكون استحالة أن التلاميذ هم الذين حرفوا القصة الكتابية أول سبب أول سبب ولد فيه ثلاث أسباب كويس أول سبب فكر اليهود واليونانيين عن الصلب والمسلوب فكر اليهود واليونانيين عن الصلب والمسلوب وهكلم عن الجزء دوان باستفادة لكن السبب الثاني حصات تلاميذ المسيح من منادتهم بالمسيح المسلوب والسبب الثالث تفاصيل الصلب في الأنجيل الأربعة هشرح الثلاث أسباب دول اللي بابنى عليهم استحالة أن يكون تلاميذ المسيح قاموا بتحريف قصة الصلب والموت سبب الأولاني فكر اليهود واليونانيين عن الصلب ما هو أنا لو هقلف حاجة هقلف حاجة تساعدني على انتشار التأليفة بتاعتي عايز أنشر الفكر بتاعي هقلف حاجة تجد قبول عند الناس لكن الصليب يقول لنا رسول بوليس لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا يعني رسل المسيح كنيسة المسيح الأولى ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا يعني محور رسالتنا ومنادتنا بشخص المسيح هو أن المسيح مصلوب هذا المسيح المصلوب الذي ننادي به هو لليهود عثرة ولليونانيين جهالة إزاي بتنادي بحاجة عثرة وجهالة يعني النهاردة لو بنفكر في الصليب بمنطلق القرن الواحد وعشرين إنه فكرة الصليب مقبولة بنفتخر بالصليب معلقين الصليب في البيت معلقينه في سلاسل يعني الناس النهاردة فهم فهم الصليب من خلال القصة المسيحية اللي بقالها 2000 2000 سنة وأكتر كويس لكن في القرن الأولاني في القرن الأول الصليب دون أداة عقاب للمجرمين الصليب والصلب هو أداة عقاب للمجرم زي مثلاً النهاردة تاخد كده حبل المشنقة وتجعله شعارك وتنادي بواحد مشنوق اتشنق كويس اتحكم عليه بالموت وشنقه فتنادي بالمشنوق وتجعل حبل المشنقة هو شعارك واللوجو بتاعك في كل مكان لما نيجي إلى اليهود اليهود بالنسبة ليهم الصليب عثرة طب هو رسالة المسيح التلاميذ المسيح كانوا بيبشروا مين أول ما بشروا بشروا اليهود يوم الخمسين كان في مدينة أرشاليم وكانت المدينة مقتزة بالناس وكان يوم الخمسين احتفال رسمي عيد الحصاد طب أنا عايزة نادي بالمسيح واجعل الناس يؤمنون به طب أنا عارف أنه الصليب عند اليهودي يعتبر عثرة ده من مصلحتي أني أقول أن المسيح شبها لا ده من مصلحتي لو أنا بفكر بالممطق بقى وعايزة أقدم حاجة لرغباتي أنا الشخصية ده من مصلحتي أن البرودكت بتاعي اللي أنا بنادي به المنتج اللي أنا بنادي به ما يكونش فيه صليب لليهود أقول لهم أن المسيح شبها لا أن المسيح انتصر أن المسيح دحك عليكم أن أنتم أصدتم تموتوا المسيح لكن المسيح لم يمت ليه؟ لأن الصليب عند اليهودي بيعتبر عثرة ليه بيعتبر عثرة؟ لأن السفر التسنية ألها بكل وضوح لأن المعلق ملعون من الله ملعون كل من علق على خشبة والمسيح حمل عنا لعنة النموس بموته على عود الصليب فهنا النهاردة هاجي لليهودي وأقول له أنا بنادي بالمسيح اللي أنت منتظره بقى لك ألاف السنين المسيح اللي أنت مكون عنه فكرة أنه يأتي ليحررك من الرومان ويؤسس مملكته ويكون كداود وسليمان بل أعظم من داود وسليمان أنا نهاردة جايب أقول لك أن المسيح دا اتصلب ومات فرسالة الإنجيل المنادات بالصليب كانت بالنسبة ليهودي عثرة لكنك بتحط قدامه حجر تعثره دا من مصلحتي أنا كتلميذ للمسيح كتلميذ المسيح من مصلحتنا لو عايزين نكسب اليهود للمسيح نحن نشيل حجر العثرة دوا من أمامهم ونقول المسيح لم يصلب لكن الكنيسة الأولى لا ليه لقى لتلقى لا أكتر من سبب لأنه صليب تاريخ والتاريخ لا يمحى تاريخ واقع اليهود شافوه وتلميذ المسيح والكل عارف ويعرف اليهودية أن المسيح قد صلب فلا يمكن أن تنكر تاريخ إلا إذا كنت مختل عقليا ومجنون زي ما يقول لك اللي ما بيشوفش من الغربالي بقى أعمى فإزاي تلميذ المسيح يأتوا لليهود الذين رأوا يسوع مصلوبا والذين أيضا حكموا على المسيح قبل كده بالصلب ورأوه مصلوبا وأكبروا بيلاتوس أن يحكم عليه بالموت ووضع المسيح في قبر أتيجي تقول لهم لا المسيح لم يصلب يعني فأول حيات نادوا بالمسيح مصلوب لأنه ده تاريخ نادوا بالمسيح مصلوب لأنه الكلمة الصليب إن كانت عند اليهود عثرة وإن كانت عند اليونانيين جهالة لكنه فعلا خلاص الإنسان بيتم من خلال صليب المسيح الذي فيه حمل أثامنا وخطيانا على الخشبة وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلام عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثما جميعنا فأنا من مصلحتي لو أنا مزيف لو أنا يعني أعايز أزيف من مصلحتي إن أنا ما نديش بالصليب من مصلحتي ما تكلمش عن الصليب نهائي لكن تلاميذ المسيح نادوا بالصليب وافتخروا بالصليب وأول اجتماعات في بيوتهم كانت فيه البيوت في أرشاليم وعندنا النهاردة بيت بوتروس اللي كان مكان للعبادة وبنجد رسمة الصليب على الجدران لما نيجي بالنسبة لليونانين اليونانين عندهم الصليب جهالة وانت تجاي تكلمني عن واحد مصلوب للدرجة إنه زي ما وريت لحضراتكم إنه الكتاب والمؤرخين اليونانين والرومان الذين أرخوا وسجلوا تاريخ روم العظيم وذكروا عن المسيحيين وعن عبادتهم كانوا يسخرون من المؤمنين بالمسيح ويقولون عنهم أنهم يعبدون ملكاً أو مخلصاً أو رباً مصلوباً وأطلقوا كذا مرة المسيح المصلوب كنوع من الترياءة والاستهزاء وعلى فكرة لحد النهاردة بتتقال هذه الكلام من الإخوة المسلمين إزاي يكون المسيح ربه مصلوب فمن مصلحتنا لو عايزينكم تبقوا مسيحيين إن إحنا النادي بمسيح غير مصلوب بالنسبة لليونانيين ده كان جهالة اليوناني مهتم أوي بالحكمة والمعرفة والقوة وفي نفس الوقت الصليب عنده ضعف كيف تعبدون مصلوباً ليوجد أي قيمة وفائدة من شخص مصلوب هكذا يقولون طب الفائدة تيجي منين؟ من الحكمة من الفلسفة من القوة أنك يبقى إنسان قوي عندك بلد قوية كويس؟ الصليب ضعف وجهالة وحماقة طب هنا لما تلاميذ المسيح يحبوا يكرزوا بالمسيح لليهود واليونانيين وعايزين اليهود يبقوا مسيحيين وعايزين اليونانيين يبقوا مسيحيين ده من مصلحتهم إن يشيلوا الصليب من مصلحتهم إنه ما يكونش الصليب موجود عرفتوا؟ ده المنطق بيقول كده المنطق ده ساب الأولاني فساب الأولاني خليني أؤمن أن تلاميذ المسيح لا يمكن أن يكونوا حرفوا قصة صلب وموت المسيح هو أن الصليب كان لليهود عثرة ولليونانيين جهالة فكرة الصليب عند اليهود غير مقبولة وفكرة الصليب عند اليونانيين غير مقبولة فالتنين لما تقولهم عن الصليب هتحكوا عليك طيب أخذ الأخت فريال من إنجرتلا أهلا بيكي أهلا بيكي سلام ونعمة وحضرتك طيب وأنت طيب حضرتك أخي أشرف هما الإسلام مثل ما الزبوع الماضي وما قدرته حصل الخط إنه حضرتك ذكرت إنه اعتمدوا على إنجيل يهود المنحل ومعنى المنحل يعني هو غير حقيقي فهو يكون دين هاش لمن يعتمد على كتب وأشياء غير حقيقية وليس من الإله القدوس يعني أنا أستغرب القرآن يعترف بولادة المسيح العذراوية وألقاب المسيح كلمة الله وروح منه معجزاته أصمة المسيح من الخطيئة وهو رح يجي الديان ولكن لمن يجون عند الصليب يرفضون الصليب تماما لأنه حقيقة الشيطان هو اللي يكره الصليب وكان يعتقد إنه المسيح لمن مات يعني الشيطان انتصر عليه لكن حاشة قيامته اللي يعطتنا الرجاء والحياة الأبدية وإحنا نقوم معانه ثانية فالأخ المسلم أيضا يسف كل نبوءات العهد القديم اللي كله هي عن خلاص المسيح وعن صليبه يعني في سفر إشعية إسحى 49 عدد 6 يقول الوحي الإلهي فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاص إلى أقصى الأرض ما معنى الخلاص هو المخلص الرب يسوء بيموته على الصليب لكن لما نجي على الأخ المسلم ونسأله هل عندك أنت ضمان للحياة الأبدية مستحيل لأنه حتى نبيه ما كان يضمن حياته الأبدية فجوابه الله أعلم إن شاء الله وتغمدني برحمته وبعدين يعتمدون على الميزان السيئات والحسنات كأنما الله هو بايع خضرة وزيد الحسنات ويوطي ميزان السيئات فالرب يرحمهم ويفتح أيونهم ويؤمنون بالصليب حتى نعلون الحياة الأبدية أشكرك أخي أشرف والرب يباركك ويحفظك شكرا يا أختي فريال يبقى السبب الأولاني اللي على أساسه ببني استحالة أن يكون التلاميذ هم الذين حرفوا قصة الصلب هو فكر اليهود وفكر اليونانيين عن الصليب كويس حاجة تانية سابق تاني ماذا جان التلاميذ من منادتهم بالصليب ما أنا لو هحرف حاجة وهزور حاجة يبقى أكيدا عندي مصلح صح يعني يعني لو هعمل حاجة مقصودة يبقى أنا عندي مصلح لو أنا هجذب يبقى أنا عندي مصلح معروف أنه الإنسان بيجذب لسببين ده ممكن نحط الأسباب كلها تحت السببين دول السبب الأولاني أنه يجني من كذبه شيئا يعني يسألك المدير خلصت كل شغلك وإنت لسه ما خلصت الشغلك خالص بس إنت تقوله آه أنا خلصت كل شغلي لأن أنت عايز ياخد فكرة كويسة عنك فيرأيك المكسب يجني شيئا ما أنا لو هجذب هجذب لأنني عايز أحصل على حاجة تجارة والنهاردة ما أكثر حتى التجارة بالدين فالكذب وراءه دافع أنه الإنسان يجني شيئا لصالحه والكذب قدامه أيضا سبب آخر ممكن ما يكونش أنه أنت عايز تجني شيء لكن ممكن يكون أنه أنت عايز تتجنب شيء خايف من شيء يجذب الإنسان علشان يتجنب الألم أو العقاب أعتقد كلنا نعرف الحقيقة دي أنت ما عملتش الواجب ليه أصله نسيت الكشكول في أو صاحب يخذ الكشكول مني الكشكول يبقى في الشنطة بس أنا خايف من العقاب فيأم أن أنا عايز أكسب حاجة يا أم أن أنا عايز أتجنب حاجة بالعقل كده بالعقل أنا عارف أنه حضراتكم فعلا بتفكروا بالعقل كده ينفع يتطبق دوا على تلاميذ المسيح ينفع نقول هما كذبوا والدليل أنهم جنوا من الكذب بديا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة أو ينفع نقول أنه تلاميذ المسيح كذبوا ونتيجة كذبهم هما تجنبوا الألم والاضطهاد والعذاب فصارت حياتهم حياة بسيطة هادية ممتعة جميلة ينفع نقول كده طبعا ما ينفعش ليه لأنه منادات التلاميذ بالمسيح منادات التلاميذ بالمسيح أتت لهم بالمشاكل والمتاعب والصعاب والاتهادات نعرف إزاي ده منين نعرف من كتاب المؤدس افتح الكتاب المؤدس وشوف اقرأ في سفر أعمال الرسل شوف إزاي الكنيسة الأولى وإزاي المؤمنين بسبب منادتهم بالمسيح المسلوب الذي مات وقام بدأ اليهود يضطهدونهم وبدأ اليهود يضيقون عليهم وبدأ اليهود يهددوهم بالأتل وبالتعذيب وفعلا بدأ التلاميذ المسيح يسوع واحد وردتاني يعذب ويقتل وعشرات الألاف بل مئات الألاف من المؤمنين الأوائل دفعوا تمنهم دفعوا حياتهم تمن لإيمانهم بالمسيح المسلوب الذي مات وقام فماذا يعني إلي حصدوه من كده إلي حصدوه حصدوش حاجة ده بالعكس ده بينادوا برسالة مرفوضة من الناس طب هي لو مؤلفة منهم لو هم اخترعوها ما كان من مصلحتهم أنهم ينادوا برسالة مقبولة من الناس أنا عايز بس حضراتكم وإنتوا بتسمعوا تفكروا معايا في الكلام ده ماذا جنى تلاميذ المسيح ما هو مش ممكن حدي أبدا يألف قصة ويألف رواية وينادي بيها وعارف إنها كذب عارف إنها كذب لأنه هو واحد من المؤلفين لكنه يستمر في كذبه ويتحمل الألام والعقاب والاتهدات والموت وهو عارف إنها كذب ما بيجيش تلاميذ المسيح واجهوا الكثير من المشاكل يكفي زي ما قلت أن نقرأ سفر أعمال الرسل لنعرف معاناة وألام التلاميذ سجنوا دربوا رجموا حتى الموت والاتهد هم مسجل مسجل في الكتاب مؤدس ومسجل خارج الكتاب مؤدس يوسيفوس تكلم عن الاتهد الكنيسة أبو سابيوس تكلم عن ترتليان وفلافيوس كله كتير كتبوا عن الاتهد للدرجة أنه صارت العبارة أن دماء الشهداء هي بذار الكنيسة وعلى قد ما كانوا بيموتوا في سبيل منادتهم بالمسيح المسلوب على قد ما كانت الكنيسة بتكبر تعالوا نشوف حياة تلاميذ المسيح يمكن واحد فيهم غني يمكن واحد فيهم يمكن واحد فيهم كسب ماديا يمكن واحد فيهم تجنب الألم وعاش حياة هانئة سعيدة تعالوا نشوف حياة تلاميذ المسيح ونمشي واحد واحد سواء من الذين ذكر عنهم الكتاب مؤدس وذكر إزاي ماتوا أو اللي كتب عنهم التقليد أيضا ما عندناش عنهم معلومات في الكتاب مؤدس لكن التقليد الكنيسي في الكرون الأولى سجل لنا كيف مات تلاميذ المسيح وقلوا لي ايه مصلحتهم ايه مصلحتهم شوفوا كل تلاميذ المسيح فيه معادة يوحن قتلوا يوحن يعني الوحيد اللي نفي ونفي في جزيرة الوحد ناخد كده ماتة ماذا حدث لماتة تلميذ المسيح كاتب الإنجيل اللي ذكر لنا تفاصيل محاكمة المسيح صلبه وموته ودفنه قيامته وصعوده بحسب تاريخ الكنيسة ماتة دبحة في مدينة في أثيوبيا طبعا احنا اسم أثيوبيا الايام دي عمال يتكرر كتير بسبب الشد ما بين مصر وأثيوبيا بخصوص مياه نهر النيل وحن نصلي ان الرب يدخل وان الرب يعني لا يسمح بحروب فالناس عندها ما يكفي من أتعاب والبلاد عندها ما يكفي من معاناة ونصلي حكمة للمسؤولين في هذا الأمر لكن ماتة ذبح في مدينة في أثيوبيا ذبح طبعا انت جنيتي ماتة من من تبعيتك المسيح من مناداتك بالمسيح يسوع المصلوب طب يا ماتة انت انت ألفت القصة دي لك لا انا ما ألفتهاش انا سجلت تاريخ ما انت لو كنت ألفتها كنت تنازلت عنها ولو كنت ألفتها كنت اكسبت منها لكن ماتة ظل أمينا لسيده إلى النهاية مرقص كنيسة المصرية تاريخ الكنيسة معروف ماذا حدث لمرقص مات في الأسكندرية بعد أن سحلوا في شوارع المدينة كسبت ايه كويس لؤى لؤى الطبيب الذي كان رفيقا لبوليس في رحلاته لؤى اللي سجل لنا في انجيله أيضا كما سجل ماتة تفاصيل دقيقة جدا 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 عن اسبوع الألام ماذا حدث له شنق حتى الموت في اليونان يحنى الحبيب أكثر واحد في تلميذ المسيح عاش عذب ثم تم نفيه في جزيرة باطموس ماذا عن يعقوب أخي يوحنى يعقوب أخي يوحنى كتعت رأسه في أرشالين كتعت رأسه طب جنئين هو وأخوه جنئين من تبعيتهم للمسيح ومنادتهم بيسوع المسيح الذي صلب ومات وقام في لبوس شنق شنق وعلق على عمود في مدينة هيرابوليس ثم رجم بالحجارة يعني مش بس تشنق لا ده بعد ما تشنق خدوا جسده وعلقوه في عمود وبعد كده خدوا الجسة ورجموها بالحجارة بارث الماوس ألوف الزيت الواحد لما يكون بيعمل حاجة بالزيت ويتلسع شوف كمية الألام اللي بيعنيها إنما ده وريك قدقي شر الإنسان ورفضه للمسيح المسلوب إن الذين ناء والذي نادى بالمسيح المسلوب يتم أليو في الزيت وعلى فكرة بيقلوم وهم أحياء وليسوا أموات أندراوس ربط في صليب وترك ليموت متياس ماذا حدث له؟ رجم ثم قطعت رأسه برنابة رجم حتى الموت بوليس قطعت رأسه في روما توما مات بالسهام تعنى بالسهام بوتروس تلميذ المسيح صلب رأسه للأرض في مدينة روما كل هؤلاء ماتوا بسبب إيه؟ ليه ماتوا؟ ماتوا لأنهم مقتنعين بالرسالة اللي كانوا بينادوا بيها ماتوا لأن الرسالة اللي بينادوا بيها ليست فقط رسالة إيمانية لكنها أيضا أحداث تاريخية وده دي المصيبة الكبيرة الإسبوع اللي فات لما سألت سؤال للأخ المتصل هل هل صلب المسيح يعتبر في الكرآن حادث تاريخي؟ هل هل خروج شعب إسرائيل من أرض مصر يعتبر حادث؟ خايف يجاوه بيقول آه خايف يجاوه بيقولك أنه ده حدث تاريخي ليه؟ لأنه إذا كان حدث تاريخي يبقى يدازم يتماشى مع الحدث ما ينفعش تكتب تاريخ يتعارض مع الحدث وبالتالي تقوله يبقى أنت فهمت التاريخ غلط أو ترجمت التاريخ غلط أو ذكرت حقائق تاريخي غلط أجل السبب التالت يبقى السبب الأولاني أنه استحالت أن يكون تلاميذ المسيح قاموا بتحريف قصة الصلب هو أنه الصليب عند اليهود عثرة وعند اليونانيين جهالة ومش ممكن الواحد يألف حاجة بهذا الشكل حاجة تانية أنه الإنسان عشان يألف ويجذب ويخترع يأم أنه هيكسب يأم أنه هيتجنب وتلاميذ المسيح لا كذبه أنا بكلم على الأرض يعني أرضيا لا كذبه أرضيا ولا تجنبه الألام في الأرض يعني يعني ماتوا فقراء لم يكن لهم مكان زي سيدهم أين يسندوا رأسهم ورؤوسهم جالوا مبشرين تشتتوا السبب التالت بقى أيضا مهم هو تفاصيل صلب المسيح الكثيرة جدا وده على فكرة برهان تاريخي يعني يعني أنا أنا لو لو وأنا في الطريق على الهايوي شفت حادث حصل قدامي عربية مثلا كانت ماشية سريعة وراحت كان بيتكلم في التليفون وراح خابط العربية اللي قدامه بقوة العربيتين لفوا في الطريق عربية تلتجات ومن غير ما يقدر إنه يهدي راح داخل فيهم فلان اتعور فلان اتصاب العربية كسارت اتخبط اتخبطت في الحيطة الديتيلز دي كلها حصلت قدامي فأنا لو حد سألني I will say more details هقول تفاصيل كثيرة ليه لأن أنا شايفها لأنها قدامي أنا هذكر الساعة وهذكر الجو كان شمس ولا كان فيه مطرة هذكر أنهي حارة في الهايوي كانت العربية دي ماشية والعربية دي ماشية هذكر إذا كانت الترافج شديدة ولا الترافج الزحمة خفيفة هذكر لون العربية هذكر أنواع العربيات هذكر سن السوائين اللي خبطوا في بعض هذكر لو فيه عربيات لكن ربنا ستر وأنقذني أنا بقى اللي سمعت القصة دي لما أجي أحكي عنها مش هحكي عنها بتفاصيل ليه لأن أنا مش شايد عيان أنا مش افتقاش لكن أقدر أقول أنه فلان كان هتعرض لحادث لكن ربنا ستر طب إيه تفاصيله أنا ما عنديش أي فكرة فعدم ذكر التفاصيل دليل على أنه أنت مش شاهد عيان ذكر التفاصيل دليل على أن أنت شاهد عيان وأنه الحدث دوا حدث تاريخي واضحة الفكرة حضرات يعني قدام حضراتكم هو ده اللي عايز أوصله ليكم فعلا أنه ذكر الأناجيل الأربعة لتفاصيل كثيرة جدا عن محاكمة المسيح وعن التوقيت وعن الزمان وعن المكان وعن الأشخاص وعن الأحداث اللي كانت جارية كل هذه الأشياء دليل على أنه الحدث تاريخي أقول لكم حاجة تانية أكتر من كده ويمكن نتكلم عنها في حلقة خاصة حتى الاختلافات الاختلافات ما بين الأناجيل في بعض التفاصيل تثبت تاريخية الحدث ولا تلغيه اللي هو البعض الأخوة المسلمين يقول لك ده معقدات وتناقضات يبقى الحدث ما تبقى بالعكس هناك لا توجد تناقضات لكن توجد اختلافات وهذه الاختلافات مهمة جدا لأنها تؤكد لنا دايما الإنسان الذي يجذب أو المجموعة التي تصمم على أنها تجذب عن أمر ما دايما بيحاولوا أنهم يكونوا متفقين في اللي بيقولوه زي مجموعة حرمية كده سرقوا بانك وبعدين قالوا طب لو البوليس مسكنا نعمل إيه لازم يعودوا مع بعض ويعملوا إيه ويتفقوا على هيقولوا إيه لأنه لو قالوا أشياء فيها اختلافات هيثبت أنهم هم اللي أموا بالحدث فبيحاولوا بقدر الإمكان أنهم يتفقوا تلاميذ المسيح ما عدوش مع بعض على مصطبة ومع كاسة شاي وجابوا وراء وألم وقالوا متى أنت هتكتب إيه ولقى هتكتب إيه ويحنى هتكتب إيه ما إحنا لازم نتفق على كل حاجة نعملوش كده فالتفاصيل الكثيرة في الأربع أنجيل وأنا قلت لها حضراتكم قبل كده أنه الإسبوع الأخير من حياة الرب يسوع المسيح استحوذ على أربعين في المية من نسبة الأنجيل الأسبوع الأخير نشوف كده بعض التفاصيل وقارن دي بقى بالقرآن الذي لم يذكر ولا تفصيله ولا زمان ولا مكان ولا أشخاص ولا يعني أحداث ولا أي حاجة هو كل عمله نافع الحدث قارن دا كده معدس وأنا بدعو كل فعلا الأخوة المسلمين اللي بيتابعونا ربنا ادينا عقل وأنا مسؤول أني أبحث وأفتش فمن فضلك من أجل أبديتك ادرس بنفسك وقارن بنفسك اعمل مقارنة ما بين صلب المسيح في القرآن وصلبه في الأنجيل اعمل مقارنة ما بين حياة المسيح وحياة رسول الإسلام ما تخافش أنك تدرس ما تخافش أنك تقرأ اقرأ لكتال المعدس مش هحصل لك حاجة أمين مش هيعدك يعني لكن لو حصلت لك حاجة هتحصل لك حاجة لأبديتك ولصالحك دي يجي أنا جيل الأربعة وأنا عملت بس جدول كده بسيط عشان أوري لحضراتكم الديتيلز اللي مذكورة وإزاي الأنجيل اهتمت بذكر هذه التفاصيل التي لم يذكر عنها كاتب القرآن أي شيء صلاة بتبدأ هبدأ باليوم اللي هو يعني الصلب المسيح صلاة الرب يسوع في بستان جسيماني كويس؟ ويذكر لنا المكان يقول لنا بستان جثيماني يأتي بالعسكر ويتم الأبد على المسيح فالتلاميذ كانوا مع المسيح بدون يهوزة والمسيح أخذ بوتروس ويحنى ويعقوب ودخل بهم جوه شوية فالتفاصيل فالتفاصيل دي تفاصيل دي مهمة جدا تفاصيل دي مهمة جدا طيب ناخد أخت فاتن من هولندا مرحبا مرحبا بيك أهلا بيك بس حضرتك ممكن حضرتك توطي صوت التلفزيون علشان أعدرس معك ها أي صح 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 نعم صدين أسفر بس عندي إضافة صغيرة تفضل الاختلافات الاختلافات بين بين التلاميذ نعم أيو أنه كل تلك يكشاف الحدث من زاوية صح تمام تمام يعني أنا ما يجتمعوا الكل لكن كل واحد شافه من زاوية صح فهذه الفقرة كلش مهمة أنه يحكي ما شافه هو فتكون شغلة حقيقية وأنا هاي شكرا شكرا لك واختفات أنا يعني هضيف هضيف كمان حاجة للي حضرتك قلتيه أنه مش بس كل واحد شافه من زاوية كل واحد كمان كتب لناس مختلفة يعني اللي هيكتب لليهود هيهتم بتفاصيل غير اللي هيكتب لليونان يعني يعني لا لا أنا أفوا أفوا أنا اعتراضي المسلمين من يقولوا أنه اختلاف هو ليس اختلاف صح بس الشخص نفسه اللي شافه كتبه صح من زاوية وبالأخير لحدات التاريخية تسلسلت والتقات تقريبا بالزبط يعني كل شخص شافه من زاوية مع شكرا جزيلا معك شكرا اختفات الرب يبركك الرب يبركك أشكرك فاحنا عندنا عندنا الحدث بستان جوثيماني عندنا الحدث اللي قاته بعده قبلة يهوزة يهوزة قاته مع العسكر كويس والعسكر دول قبلوا مع يهوزة قبلوا المسيح فين قبلوا في بستان جوثيماني كان فمن اللي كان موجود المسيح تلاميذو يهوزة والعسكر كويس محاكمة يسوع في مجمع السنهدريم أخدوه من بستان جوثيماني ودوه في اين ما شوف الديتيلز دي كلها مهمة جدا لأنه لأنه الديتيلز بتأكد بتأكد حداثية الحدث تاريخية الحدث ودوه إلى مجمع السنهدريم مجمع السنهدريم كان الرب يسوع واقف أمام مجمع السنهدريم وكان موجود كل أعضاء مجمع السنهدريم طب وعملوا إيه جابوا شهود زور يشتكون به عليه نجد أيضا حدث إنكار بوتروس وقبل أن يصيح الديك مرتين ونجد أنه إزاي بوتروس أنكر المسيح ومرة واثنين وثلاثة الديتيلز دي مهمة كان فين يقول الكتاب إنه كان جالس في الدار كان جالس في الدار مش الدار يعني البيت لا اللي هي الدار الخارجية للمكان اللي كان بيتحكم في يسوع طب مين بوتروس والجموع والجارية وكان بيستدفئ يعني يعني الديتيلز دي طب إحنا نستفدي من إنه بوتروس كان بيستدفئ لا أنا بذكر لك اللي حدث بوتروس يوم ما قال كده قال الحدث إيه اللي حصل كان بيعمل إيه كان بيستدفئ كانوا مولعين نار وقاعدين ممكن تقرى التفاصيل التفاصيل دي أنا مش هستفاد منها حاجة التفاصيل دي مهمة لأنها تفاصيل شاهد العيان طب مجمع السنهدريم خدك قرار إزاي يقول لك إنه إزاي خد مجمع السنهدريم بإنه حكم على يسوع بالموت وأعتبر المسيح مجدف كويس رئيس الكهنة ماذا كان رد فعل رئيس الكهنة وكيف قام رئيس الكهنة وشق ثيابه وقال هكذا وكذا 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 وماذا قال له يسوع كل هذه التفاصيل مهمة وأنا باستغرب هو لماذا لم يذكرها كاتب الكرآن لماذا لم يقدم لنا تفاصيل تؤكد تؤكد صحة ما يقول يهوزة يمضي ويشنق نفسه فين في حقل الفخاري يسوع أمام بلاتوس طب إيه مهمة إنه إنه يسوع يذكر إنه يقف قدام بلاتوس ويخدوه قدام بلاتوس وكان فين في دار الولاية المسيح وبيلاتوس واليهود والعسكر ورد فعل امرأة بلاتوس وبيلاتوس يخسل تفاصيل لما نقراها كثيرة جدا جدا يسوع يسوع أمام هيروديس بلاتوس لما عرف إنه يسوع من مقاطعة هيروديس وكان في بينه وبين هيروديس خصام قال لك أنا أود المين لهيروديس لما وصلوا لهيروديس هناك هيروديس لقي إنه اللي عمله بلاتوس ده عمل كويس قوي فاتصالح مع مين اتصالح مع بلاتوس الأهمية لا يتكلمك عن تاريخ يسوع أمام بلاتوس مرة تانية يرجع مرة تانية يسوع لبيلاتوس في دار الولاية الاستهزاء بالمسيح إزاي العسكر استهزاءوا بالمسيح في دار الولاية وبعدين إزاي خدوه إلى الصليب وطريق الصليب وماذا حدث في الطريق وبعدين صلب المسيح في الجلجوسة ومين اللي كان موجود المسيح والجنود واليهود ويوحنة والمريمات أليست كل هذه تفاصيل اقتسموا ثيابه وضعوا المسامير في يديه ورجليه مين العمل كده العسكر وعملوها فين عملوها عند الصليب كلمات يسوع السابعة الأخيرة اللي موجودة في الأنجيل اللي نطق بيها على الصليب يوسف الرامي اللي جه علشان يطلب جسد المسيح ويدعه في قبره الذي لم يوضع فيه أحد من قبل وإزاي يوسف مع المريمات مع يوحنة حملوا الجسد وادوا القبر وماذا قال اليهود للرومان للدرجة أن الرومان يأمرون بوضع حجر على باب القبر ويدعونا الخدم ويدعونا الحراس أنا بس جبت لحضراتكم عينة من التفاصيل لكن ده بيقول لنا حاجة مهمة جدا بيقول لنا من المستحيل بل من رابع المستحيلات أن يكون التلاميذ ألفوا قصة الصلب وموت المسيح من رابع المستحيلات وبهذا أؤكد أن ما ذكر في الأنجيل من صلب وموت للمسيح هو حقيقة تاريخية وعلى من يدعي العكس أن يأتي ويقدم لنا البرهين لما يقوله الرب يبارككم وإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم